السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم أغلى وأرقى متابعين هنتكلم النهاردة عن هجوم عنيف من أشرف زكي ضد محمود المهدي زوج من عرفة بسبب الفنانة إلهام شهين بعد وصفه بالنكرة زوج من عرفة يعلن مقاضاة أشرف زكي نقيب الممثلين قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليق جميل زيكم عشان يوصلكم كل جديد أعلن محمود المهدي زوج الفنانة من عرفة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثلية بعدما وصفه الأخير بالنكرة وكتب محمود المهدي عبر خصية ستوري على موقع انستجرام هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون وللأسف مفيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا وعمري ما هسكت لما شوف حاجة غلط وهاجم أشرف زكي نقيب المهن التمثلية محمود مهدي زوج من عرفة بعد تطاوله على الفنانة إلهام شهين لانتقادها رفض زوجته من عرفة تقديم أحد المشاهد الفنية وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية هناك حملة لتشويه الفنان المصري والقوة الناعمة هي دي سبل البحث عن الشهرة يعني لما تهاجم فنان لن نترك أحد يهين فنان والنيل من سمعة الناس واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة وبقوله أنت منتح لصفة فنان مفيش فنان أيها النكرة قليل الأدب بقينا مادة سرية لكل من يبحث عن الشهرة وفي ستوري أخرى على إنستجرام كتب محمود المهدي زوج من عرفة أنا نكرة بس راجل الحمد لله وعندي وش واحد وجه محمود المهدي زوج الممثلة من عرفة رسالة إلى الفنانة إلهام شهين بعد هجمها عليه وعلى زوجته بسبب رفضها القبولات والمشاهد الرومانسية بالأعمال الفنية ورفضت الفنانة إلهام شهين التعليق على تصريحات محمود المهدي زوج من عرفة وقالت مش فاضي للتفاهات دي وأصار محمود المهدي زوج الفنانة من عرفة جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد أن وجه رسالة للفنانة إلهام شهين بعد انتقادها له ولزوجته بسبب رفضها القبولات والمشاهد الرومانسية ونشر المهدي صورة لتصريحتها عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص وكانت إلهام شهين أعربت عن غضبها من النجوم الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمة مشيرة إلى أن تلك المشاهد لم تعد مثل الأول وقالت إلهام شهين خلال لقاءها ببرنامج حبر سري المزاع على قناة القاهرة والناس ما بقاش في مشاهد ساخنة في السينما إيه بقى اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوه اللي أنا سمعته وقريته إن واحدة وقع على الأرض ومغم عليها أو دكتور يمسك إيدها يقسلها النبض لو قالت محدش يمسك إيدي يقسل النبض طب المخرج يعمل إيه؟ ما تشتغليش وبكده تكون أخبارنا خلصة من قناة يومياتي أنا وعائلتي ومعاكم دايما بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر